بالأمس كنت بتكلم مع حضراتكم عن أنه البطل الرئيسي في مصر هو الشارع المصري تكافل وتراحم والناس قد إيه مع بعض كلنا بنشوف بعنين لكن النهاردة كمان السيد الرئيس قرر أنه الإفطار يكون مع الناس مع الأسرة المصرية لأنه أنت لما تيجي تبص على المجتمع المصري تلاقيه هو متكون من أسر مصرية والأسرة المصرية دي هي الأساس الأسرة اللي أنت بتحاول تقدم لها كل الخدمات اللي أنت بتحاول أنك ترتقي بها أنك بتحاول أنت تعيشهم في أمن وفي أمان وأنك تحقق أحلامهم النهاردة السيد الرئيس فيه مع الأسرة المصرية وهذا الإفطار اللي بيحرص عليه كل عام أنه يكون في حوار بينه وبين الأسرة المصرية بينه وبين المواطنين وهو النهاردة موجود في حي الأصمرات لو أنت بتسألني زي ما السيد الرئيس كان بيجاوب في الحوارات على الطفل والأطفال الصغيرين على الأحلام لو بتسألني أنه كان يبقى حلم أن الناس دي تنتقل أو أن الأسر المصرية دي تنتقل وتعيش حياة مختلفة كنت أقول أنه حلم لكن أحيانا خلينا بالعمل والحلم نحققه ويبقى فعلا حقيقة زي ما سيد الرئيس كان بيكلم النهاردة الأطفال اللي كانوا موجودين تخيل أنت الطفل ده تحديدا اللي كان بيتحدث مع سيادة الرئيس عدي أنت عليه كمان عشر سنين وشوف هذا الطفل اللي بدأ في الأصمرات وشوف حيبقى عامل زي شوف البنوتة دلوقتي اللي موجودة دي وهي بتتكلم وهي عايشة في حي مش عايزة أقول بس أنه حي حي من حقها يعني حي نظيف هواق نظيف أهلها سكنين في بيت نظيف الخدمات مقدمة بشكل كويس الأسر ليها شغل الستة تقدر تشتغل الراجل بيخرج لشغله الأطفال عندهم مكان يلعبوا فيه فإذا تقدر تخرج منهم يعني عناصر جيدة جدا لمجتمع بكرة وبالتالي أنت بتنقل الأسر المصرية إلى شكل آخر وإلى حياة أفضل وإلى حياة أحسن تعليم حيبقى أحسن هيحسوا بكل حاجة أفضل هم حيطلعوا مواهبهم ويبقوا بشكل موهوب زي البنوتة اللي احنا شايفينها وزي الأطفال اللي احنا شايفينهم الجميل كمان في مقدمة الإفطار هو تكافل والتراحم إحنا المصريين بنحب نفطر مع بعض والسيد الرئيس النهاردة أنا شعوري وهو يتحدث مع الناس هو شعور يعني الأب رئيس الأسرة المصرية كلها وهو يعني بيفطر معاهم كمان الناس بتحس بأنه السيد الرئيس معاهم فيها نوع من أنواع كده التكافل والتراحم وإحنا كلنا في نهاية أسرة واحدة كلنا أسرة واحدة مين مننا في مصر أسرته كل الأسر فيها الغني وفيها الفقير فيها البسيط وفيها اللي عنده يعني هو ده المجتمع المصري يعني المجتمع المصري يعني معمول زي النسيج بتاعنا فإحنا كده عندنا نسيج حلو كلنا شبه بعض كل الأسر دي هي الأسر المصرية هي المجتمع المصري كلنا شبه بعض وعشان كده لما بيكون فيه هذا الحوار على الإفطار يعني أنا مثلا عجبني كمان يعني الغارمات وسيدة من الغارمات اللي كانت تتحدث مع السيد الرئيس وهنا توقف السيد الرئيس عشان يعرف منها التفاصيل مش يعرف منها التفاصيل بس لمجرد معلومات هو عايز يتطمن عليهم لأن هي فيه عداد كبير من الغارمات وإن شاء الله ما يبقاش فيه غارمات تانين أبدا وإنه بيتم الإفراج عنهم علشان كمان الدولة مقدرة الظروف الصعبة لكن في نفس الوقت هي نفسها قالت إن إحنا بنجيب حاجات فوق الطاقة فكل ما نبقى إحنا بطاقتنا وقد ما نقدر نعيش والله بتعدي قد ما نقدر نعيش تخيلوا السيدة الغارمات دي يعني بتتحدث بمنتهى كده يعني نقول إيه يعني هي بتكلم السيد الرئيس بتقوله أنا كان عليها 45 ألف جنيه 75 سنة يعني حاجة يعني أرقام وطبعا هي يعني مش عايزة أقول إن هي طيبة أكيد إن هي طيبة بس أحيانا النواية الطيبة ممكن تضرنا ما هو أنا مش عشان أجهز بنتي وإن أنا أبقى قدام العيلة التانية عاملة العلاية وزيادة ويقولوا جابت وجابت وجابت وبالتالي أبقى فوق طاقتي وفي النهاية هي ضرت نفسها وضرت أسرتها إن شاء الله ده يعني يبقى مثال علشان ما يحصلش تاني لأنه كمان فيه ناس بتستغل الحقيقة المساطاء يقول لو تعال تعالى خد اللي أنت عايزه شيل التلاجة والغسلة وقط الأطفال وقط المسافرين كل الحاجات وخد خد ويعمل وهات واشتري وبعدين تلاقي نفسها بتمضي على وصولات أمانة وهي اللي بتدخلها للسجن فإن شاء الله ده ما يحصلش وطبعا حرص السيد الرئيس إن هم يكونوا موجودين على الإفطار ليه؟ لأنه أنت عندك نمازج كتير في أسرتك المصرية زي ما قلت لحضراتكم أسرنا المصرية فيها نمازج كتير والنمازج كلنا واحد ربنا خلقنا كلنا يعني مختلفين لكن في النهاية إحنا كلنا واحد والإيدين في إيدين بعض بنعدي يعني إيه القوي يشد الضعيف والضعيف يكمن يبقى أقوى والدنيا تعدي بشكل أو بآخر أنا بحب هذا الشكل من الإفطار إنه يكون فيه كده الناس تحس كده أنه رئيس الجمهورية بيتطبطب عليهم هو بيتطبطب عليهم مرتين مرة كرئيس جمهورية بدولته بالحكومة بأن إحنا معاكم والدولة معاكم والشعب معاكم والناس والمرة التانية علشان الظروف الصعبة اللي كلنا بنعديها لما بتلاقي رئيس جمهوريتك كمان هو زيك هو قاعد على نفس الترابيزة اللي انت قاعد عليها بيأكل من نفس الأكل اللي انت بتاكله هو كمان في نفس الأزمات اللي احنا معبودين فيها مفيش حد عايش في برج عاجي مفيش حد أبدا عايش في برج عاجي هنا طبعا زي ما انتم شايفين الحوار من القلب ومائدة إفطار حلوة والناس قاعدة بالأطفال والكبار ومختلف الأعمار وانا بصوا مثلا على الطفل ده تحس كده فيه اشراقة فيه لطافة الطفل حتى لابس ما لابس لطيفة فيه كده أمل فيه حياة وهو هنا رئيس حرس ان هو يقول لهم يعني خليك وعيشه بالأمل حوار مفتوح كان مع المواطنين زي ما قلتلكم بمدينة الأسمرات وطبعا الحضور عدد من القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب وانا سعيدة انه أعضاء مجلس النواب يكونوا موجودين في هذه النوعية من الحوارات وايضا من الأسر هما دايما موجودين لأنه هما كمان بيخدموا الشعب بيخدموا الأسر دي بيعرفوهم عن قرب بيعرفوا مشاكلهم وهنا طبعا الحوار زي ما انتوا شايفين اتسم بالوضوح والصراحة ودي عادة السيد الرئيس طبعا زي في كل حواراته مع أبناء الشعب المصري أكد كمان رئيس السيسي مواصلة الدولة العمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل كبير وركز كمان على أنه الهدف من المشروعات التنموية الجديدة هو خلق فرص عمل للشباب والله أنا قلت الكلام دا كتير وأنا بمشي نطلع المحاور وننزل يعني ألاقي نفسي كده بقول إيه يعني كمية الشباب اللي بقت بتشتغل في المشروعات دي كمية شباب يعني كتيرة جدا وإحنا شبابنا أولى يشتغلوا في بلادنا في مشروعاتنا يبقوا معانا في حضن أسرهم وعائلاتهم يتعب شوية يروح هنا يروح هنا هو مشروع وراء مشروع هتلاقي أنت فيه يعني الشباب بيشتغل والله أنا أحيانا وأنا بحب معرفش دي عين الصحفي أو الإعلامي أو المزيع بحب أبص دايما طول ما أنا ماشي فلاقي مثلا مطلوب أنيسات للعمل مطلوب شباب للعمل فبحث أنت ما عندكش مشكلة أنت عندك بس مشكلة أن الناس تشتغل بجد فطبعا أعتقد أن الفرص دي اللي موجودة بتحرص على أن يكون فيه فرص عمل للشباب وده كمان في ظل الحاجة لإيجاد مليون فرصة عمل جديدة سنويا ده رقم إحنا محتاجينه إنت عايز طبعا لأن إحنا العدد الكبير وإحنا عارفين أن مصر دولة شبة يعني أنت نسبة تعداد الشباب أكبر بكتير من نسبة التعداد الأكبر سنة فبالتالي إنت عايز تجد فرص عمل للشباب اللي هو كمان بيبني وبيعمل أسر بكرة تحدث أيضا سيد الرئيس عن مشروعات الإسكان وخطة الدولة لتطوير التعليم خلال الفترة المقبلة ودي أيضا نقطة مهمة يعني مثلا حاخد مثلا أنت موجود في الأصمارات هنا ولما أنت موجود تخيل أنت الطفل اللي بيتعلم في الأصمارات أو ما يشابه من هذه المدن الجديدة أو الأحياء الجديدة اللي موجودة في مصر أنت طفل بتعلمه بس مش بتبزل المجهود الكبير قوي على طفل كان عايش في عشوائيات بلا معنى لأن الطفل هنا بيركز عنده بيئة نظيفة عنده هواء نظيفة عنده بيت معقول عنده بلكونة يطلع فيها عنده يعني ساحة يلعب فيها عنده مركز يلعب فيه فبالتالي لما أنت تيجي تعلمه تبزل مجهود أقل وهو كمان يبقى أحسن ركز كمان سيد رئيس في حواره معهم مع المواطنين بمناسبة الإفطار وركز كمان على التكاتف والعمل المشترك وتحقيق مزيد من التقدم والنمو المصر ومطلبته دايما للشعب المصري أنه يبقى إيد وحدة علشان نحق التقدم وهي فكرة بإيد وحدة دي معروفة لأنه ما فيش حد على فكرة أبدا فكرة اللي هو الوان من شو اللي هو أنا الوحدي ومن بعدي طف ما فيش الكلام ده كل ما اشتغلنا إيد في إيد كل ما اشتغلنا مع بعض في إيد في إيد بنعمل شغل أفضل هو أنا أطلع كده كمزيع أقدر أدخل لستوديو ونور الدنيا وأتكلم ما ينفعش لو ما كانت معايا زميلة السيدة المصورين واللي موجودين والبروديوسر والمخرج والناس مش ممكن نطلع شغل فهي فكرة الإيد الوحدة الفريق الواحد هو ده اللي بيعمل شغل وصدقوني بيبقى الشغل طعمه مختلف كل ما كنا إيد واحدة مع بعض بيبقى الشغل أحلى وبيبقى الشغل كمان في إتقان أكتر سيد رئيس حرس كمان على إنه يطمن المواطنين والتطمين ده مهمة قوي كل ما التقيت أنت بأفراد الشعب كل ما التقيت بكل أفراد الشعب بفئاتهم المختلفة وفئاتهم البسيطة قبل الفئات الأخر لأن الناس البسيطة بيبقى عندهم قلق الحال على الأد والفلوس على الأد فلما يقعد مع رئيس الجمهورية ويلاقيه قاعد يكلمه على أحوال المعيشة يتطمن وده مهم يحس بالأمان ويرجع كده يقول لا والله الدنيا بخير وحنكمل وحنعمل إحنا شعب بنحب نطمن بعض فكرة التبطبة والتطمين هي مش فكرة مجرد كده كلام أبدا الكلام الصادق بيوصل للناس لكن الناس لما تحس أن أنت مهتم بيها أن أنت دعيهم على الإفطار أن أنت قاعد أنك بتكلمهم بيكملوا بيكملوا العمل وبهمة هم وعائلتهم وولادهم وكمان بيتكلم كمان هنا السيد الرئيس عن انتقال الناس وحياتهم الجديدة والمساكن الجديدة وطبعا بالذات الأصمرات وانتوا لو تقولوا زي ما قلت لكم في البداية لو كنا نفكر في الحلم ده أنه يعني نقلنا الناس وبعدين بدأ حي الأصمرات وما شابه من هذه الأحياء والمختلفة في محافظات مصر والمدن الجديدة وبعدين أنت النهاردة خلاص استقرار والناس قاعدة بتفتر وبتتكلم بتفتر وبتتكلم بعد ما عدت على التجربة فيه سيدة يعني فاضلة كانت بتتكلم والسيدة دي الحقيقة وهي بتتكلم مع سيد الرئيس أنا لاحزت الابتسامة موجودة على وشه ابتسامة دي مش مجرد ابتسامة عادية هي طبعا أكيد سعيدة إن هي بتتحدث مع رئيس جمهوريتها لكن هي سعيدة لأنها مرتاحة هي سيدة حاسة إن هي مواطنة اللي ها قيمة في البلد مرتاحة طلعة من بيت شايفاء إنه بقى مناسب وجميل وحيشة هي في أسرتها في مكان نضيف ولطيف الولاد بيتعلموا بشكل مختلف فبتقولك ما كناش نحلم ولا ممكن نحلم وده اللي أنا شخصيا بحلم به أنا منتظرة مثلا ما شوف نتيجة نقل أهلينا البسطاء وأهلينا في الريف ونقل الريف المصري في المشروع العظيم اللي بيتم شوفوا الدنيا هتبقى عاملة إزاي شوفوا إحنا الأصمرات لما كانت بتتبني كناش متخيلين إن إحنا حنعد القعدة دي أهي السيدة أهي لو نرجع تاني لو زميلنا عمري يرجع علينا الصورة السيدة أهي والابتسامة اللي كانت موجودة على وشها لأنه كل أنت ما طمنت الناس كل ما عاشوا في أماكن يعني أفضل وكل ما عاشوا في بيئة أفضل شوفوا السيدات الفضليات قاعديني زي مبسوطين هي النهاردة جاية من الحي بتاعها معزومة على الفطار من دعوة كريمة من رئيس الجمهورية قعدة هي وقسرتها وناسها مفيش أحلى من كده لأنه أنت كده كمان بتقولهم أنت مواطن محترم كريم وأنا بحترمك والستة هي بصوا الصورة بصوا الصورة سعيدة مبتسمة هي لا بتمثل ولا بتقول كلامي بتقول كلام من القلب ستة بسيطة وبتقول اللي هي حس بيه حتى لبسها اللبس اللي هي لبسها لبس يا نم على أن هي سعيدة يعني طرحتها الجميلة باللون الوردي ده ده في بهجة هي مبتهجة يعني هي جاية سعيدة وحسة أنها محققة ذاتها والله الستة المصرية كريمة وتستحق أن يعني يعني نساعدها بكل القرم تفقد كمان السيد الرئيس كمان حاجة لطيفة جدا معرض الأسر المنتجة بحي الأصمارات لأنه الأسر بتشتغل وعندهم اللي بيعمل تريكو اللي بيعمل حاجات على الإيد اللي بيعمل بعد اللي نقول ايه المشروعات الصغيرة اللطيفة اللي بيعملوها الأسر وتفقد المنتجات دي ووعد كمان بتوفير كل المكينات والمعدات اللازمة اللي بتحتاجها الأسر المنتجة ده شيء جميل يعني أنا شايفة النهاردة أنه هذا الإفطار كان حلو وما حسوا أنه خلاص إحنا بقينا أسر منتجة إحنا بقينا أسر يعني في مكان تاني إحنا بقينا بنحضر إفطار والناس بتهتم بينا فتحية للأسر وتحية لكل أسرنا المصرية البسيطة وكل الأسر وإيه زي ما قلت لكم رمضان شهر تكافل والرحمة والتكامل وسيد الرئيس النهاردة الحقيقة أدخل السرور والبهجة والإطمئنان على أهلنا وأسرنا المصرية في حي الأسمرات